واحد يعني ما بيشبعش من ذكريات وحتى كمان الاغاني اللي بتعبر عن انتصار اكتوبر حرب اكتوبر المجيدة واحدة بلا منازع من اهم المعارك العسكرية في العصر الحديث خاصة ان هي اثبتت تفوق الجيش المصري اللي تحدى المستحيل قدر ان هو يحطم اسطورة خط برليف المنيع ويقهر الاسرائيليين وبيثبت معدن الجندي المصري يثبت مقولة ان هو خير واجناد الارض خلونا نتعرف بعض التفصيل اكتر يا بسانت حقيقة يا رجائي يعني دايما العدو الاسرائيلي دايما بيعتمد على البروباجندا صحيح يعني انه دايما يقول لك خط برليف المنيع مش هينفع حد يتخطى ولكن المقاتل المصري اثبت جدرته واثبت سر كده عنده غريب محدش قادر يفهم لغاية النهاردة اسر التفوق ده ازاي نكحة قوتنا في هزيمة العدو وتدمير اهدافه هنعرف تفاصيل اكتر النهاردة ونتكلم عن هذا اليوم العظيم مع الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع اللي بينوارنا دايما صباح الفل عليك يا أستاذ اكرم بنوار يعني في البداية تطورات استراتيجية للجيش المصري منذ خليني اقول الساعة الاولى مش اليوم الاول من الهجوم كلمنا عن هذا اليوم الملحمي هذا اليوم العظيم في اذهان المصريين اللي قهر فيه يعني بروباجندا العدو الكاذبة العدو الذي لا يقهر هي دي النقطة الحقيقة المهمة قوي في الانتصار اللي هو الانتصار على اليأسة او العبور منطقة مهمة لانه هو ما كانش فقط عبور قناة السويس او هدم الساتر الترابي ثم خط برليف لكن كان عبور مرحلة من الهزيمة واحساس بالتراجع وزي ما انت بتقولي فاكرة انه الدعاية والحرب النفسية وانتو مش هتقدروا ومش هتعملوا وغيروا وكان عملية التحديث وعملية بقى ايه ما كانش حد يتخيل يعني اذا بنتكلم على اجواء الحرب ما كنت 11 سنة وقتها يعني كنت رحنا المدارس عادي ومكاتل الدنيا وكانش فيه اي اجواء الحرب ويمكن ده الرئيس السادات اللي ارحمه كان تحمل كثيرا من الانتقادات والمظاهرات بتاع الطلاب الجماعات وكانوا الدولة وقتها كان بتسيب المظاهرات دي فبتتنقل في جزء مهم جزء من الخداع الاستراتيجية فما كانش حد يتخيل وروحنا المدرسة رجعنا بيانات الاشتباكات العادية كانش حد يتخيل بنرجع نلاقي البيان رقم سابع اللي هو القوات عبرت كان فيه بقى ايه بين الشك والرجاء يعني يمكن ده كان تعبير الرئيس السادات انه الناس لسه مواخدة احداث يونيو 67 في المخيلة لكن بدأت الناس تقلب على بي بي سي والمحطات اللجنبية وسط امريكا وكده فيكتشف ان الكلام ده صحيح وانهم بيأكدوا ده فالفكرة هنا كانت فكرة فيه بناء نفسي فيه بناء عصبي فيه رغبة الحقيقة يعني الحقيقة منذ خمس ايام بس من هزيمة يونيو وكان فيه عمليات في رأس العيش شغيره وجنود عاوزين ياكلوا الارض وياكلوا الصحرا والحقيقة يعني يمكن النقطة مش بس كان تسليح بالمناسبة وكانش تسليح مصر احدث من تسليح اسرائيل بالعكس كان مصر كان فيه نقاش وصدام شبه خلاف مع الاتحاد السوفيتي لانه كان بيدينا اسلحة دفاعية وكان فيه حرب بردة وكان فيه توافق امريكي سوفيتي فكان يدينا اسلحة دفاعية الرئيس السادات يضغط ويهدد بانه يروح للمعسكر الاخر ودي كانت نقطة بعد كده اللي صارت في عقيدة الجيش المصري تنوع مصادر السلاح نحن لا نعتمد على مصدر واحد ممكن ده ظهر في السنوات الاخيرة مع الرئيس عبدالتان السيسي صحيح صحيح فالحقيقة انه الايام دي كانت ايام عظيمة وكان الشعب المصري والقوات المسلحة حاجة واحدة وحتى البيوت نفسها كانت بتتقشف وكان فيه ناس يمكن فيه مشهد شهير فيديو موجود دلوقتي ممكن الناس تشوفوا الناس كانت بتروح بانك مصر عشان تتبرع واخنا كنا ممكن يبقى المصروف قرش ساغ او تلات تعريفة يتبرع بتعريفة خمس مليمات وده مبلغ يعني المصروف ما كانش كبير فالفكرة دي كانت سايدة في ضمير الناس احساسهم بالتضامن العام وانه دي حرب المصريين مش حرب القوات المسلحة بس القوات المسلحة هم ابناء مصر والجيش المصري في تاريخه من الاف السنين هو جيش وطني حقيقي ما فيهوش مرتزقة صحيح كل جيوش العالم قد تكون فيها مرتزقة وفيها الجيش ده جيش مجندين فالفكرة العقيدة دي والتضامن وشكل الناس في الشوارع لو النهاردة الناس بترجع للذكريات دي لا الناس كانت حاجة مهولة ومهاته الاباء اللي تظلموا وتحسوا بالحزن خمسة يونيو كانوا فرحانين جدا وكان الناس بتطلع على الأسطح وتمسك وتحاول تدور أبويا كان عنده من ظرف كان بيشوف كان فيه مطار حربي يعني قريب مننا فكان يطلع يتحرك عشان يشوف ده فالناس دي يعني واجه عانت كتير قوي وكمان فرحت بشكل كبير والاحتفالات في الشوارع يعني الراديو ده الإزاعة كانت حاجة التلفزيون كان موجود بس الإزاعة كانت الرئيسية فالأصوات اللي احنا بنسمعها دي كنا بنسمعها لايف وقتها فكانت حاجة كبيرة وصحف بنروح نجيب الصحف تاني يوم عشان نشوف التفاصيل الصحافة برضو كانت بتلعب دور مهم قوي والمرسلين الحاربيين لابوا دور مهم جدا هنتكلم عن النقطة دي تحديدا بس فكرتين يا صد أكرم بالفيديو الشهير اللي احنا كنا بنتابع يعني الناس اللي هي بتحاول انها تتبرع بالدهب بتاعها وفلوسها ومدخراتها لصالح المجود الحاربي كمان سيدة أم كرسوم راحت فرنسا وفي أحد الحفلات الشهيرة بدأت الحفلة وجمهور كبير وجمهور من العرب والمصريين والأجانب هذه الحفلة لصالح دعم الجيش المجود الحاربي ذكرت نقطة مهمة جدا عن دور الصحافة دور الإعلام في حرب أكتوبر عايزين نتكلم عن ازاي دور الصحافة لعبة دور مهمة جدا رقم واحد في نقل الصورة الحقيقية رقم واحد رقم اتنين تم استخدام الإعلام المصري بشكل أو بآخر من قبل الرئيس الرحل محمد أنور السلاة في تمرير رسائل مخادعة للعدو الإسرائيلي أولا هابدأ من الحرب التضليل للعدو اللي هي التلاعب الشديد به الإعلام لعب دور مهم جدا لو بصينا يوم يمكن خمسة أكتوبر فوائل أكتوبر كان خلاص احنا بنتكلم في شهر رمضان فقال لك مد التقديم لي عمره لذباط وجنود الجيش لحتى خمستاشر رمضان وهي الحرب كانت عشر رمضان أجازات لجنود وضباط وغيره 48 ساعة ويروحوا ويروزهروا على القناة كان فيه بيلعبوا كورة الجنود كل الصور دي كانت منقولة في الإعلام خبر العمره دي والتقديم والإعلانات مكتوبة فكرة أنه التضليل المختلف أنه الجامعات وفيه رحلات بتتعامل وفيه تحركات يعني كل ده كان الحقيقة مهم جدا كمان في الانتصار الآيقونات بتاعت الانتصار اللي حتى الآن كلها متأخذة من الصحف مرسلين العسكريين والمصورين بالمناسبة قاموا بدور مهم وبعضهم استنشه يعني الصور الآيقونية محمد أفندي رفعنا العالم وعلامة النصر بتاع الشهيرة جدا والصور المختلفة عبد العاطسة والدبابات المضروبة والكبري وهم بيعبروا كان فيه صور حية وهم بيعبروا القناة وفيه مصورين وغيره كان فيه مرسلين عسكريين كتير يعني كان الأستاذ جمال الغطاني وصلنا السجل ده وسجل كتب كتير وذكريات ويوميات كتير وكان فيه مصورين برضو مشهورين جدا واتحمى المعارض بعد كده لهذه الصور وما زالت يعني تمثل فالإعلام كان دوره مهم والمرسلين العسكريين وكان فيه برامج للتوضيح وللكشف أستاذ حمد الكونيسي اللي يرحمه كان بيقدم صوت المعركة ده كان برنامي يومي له موسيقى محددة وصوته وطريقته وكان هو مرسل حربي وكان بيقدم مش بس المعارك من وجهة النازل المصري لا كان بيجيب شهادات من برة وشهادات من غيره فأي حد النهاردة تكلم على ده ده كان تغيير في استراتيجي في المنطقة تغيير في موازن القوة تغيير في الصلف الإسرائيلي الحقيقي وهو تغيير يحمل معنى الانتصار ومعنى السياسة لأنه مصر ما كانتش بتحارب إسرائيل بس مصر كانت بتحارب الولايات المتحدة والرئيس السادات اللي أرحمه كان عنده نظرة حقيقية وواقعية كثيرا جدا تعلم الحقيقة الدرس الحزيمة يمكن بعض الناس نقولوا لا هو كان اللي قبل كده لا هو في فترة الرئيس جنال عبد الناصر كان هناك فهم للصراع بدأ يتطور هذا الفهم بعد الخمسة يونيو وبدأ استمر في حرب الاستنزاف في عهد الرئيس جنال عبد الناصر ثم إسرائيل حرب الاستنزاف أكبرتها أنها تطلب الوقف اطلاق النار ومشروع روجرز صحيح جير الرئيس السادات الحقيقة كمل وكان يقوم بدور سياسي الرئيس السادات في خطاباته اللي يجب أنه موجودة بعدها كان يشير إلى أنه مصر تستطيع ممارسة يعني عمل إبادة لإسرائيل وقال أنه إحنا لسنا دعاة إبادة ودي أحد الحاجات المهمة جدا في عقيدة الشعب المصري والجيش المصري أنه كان حرب تحرير حقيقية تحرير الأرض كان فيه نوع من السواريخ تستطيع تدمير مناطق كثيرة الرئيس السادات قال إن إحنا مش هن نستخدم الصواريخ تي لكننا نستطيع ففكرة توازن القوة ونقل توازن القوة كان جزء مهم قوي ثم استمر بعد ذلك وده كان تغيير كبير جدا فيه توازن القوة وفيه حجم النفوذ والقدرة على الرضع في المنطقة وده أظن ظاهر دلوقتي بشكل كبير أي حد النهاردة نفكر الحرب ما هيش حاجة بسيطة والحرب معارك العسكرية هي جزء من الصراع وليست كل الصراع ويجب أن يكون لها أهداف سياسية تتحقق على الأرض دي الحزبة اللي تحققت فيه معلوم بداية معلوم بداية أستاذ أكرم يعني أنا عايز أتكلم عن سيكولوجية الجنزي المصري النهاردة حركت قلت جملة مهمة جدا جدا نتسلحنا ما كانش أكيد متطور أكتر من إسرائيل لإسرائيل أكيد كانت بتصلح بأحدث المعدات هل النهاردة سيكولوجية الجنزي المصري اللي ما كانش بيفرط في سلاحه كان معنا لو طيار قبل كده في صباح الخير يا مصري كان بيحكي لنا قد إيه الطيارين كانوا بيحافظوا على الطيارات الحربية طبعا الحلبي هو كان بيحكي لنا عن قد إيه الجنزي المصري أو الضابط المصري كان ما يفرطش أبدا في سلاحه وما يفرطش أبدا في المهمة اللي هو طالعها هو لازم يحقق منها أهدافه وينتصر منها سيكولوجية الجنزي المصري النهاردة يعني الجواه من عزيمة ومن إصرار أنه يرجع أرضه مرة تانية اتكونت إزاي سبب تكونها إيه دي نقطة مهمة جدا لأنه الحقيقة المعجزات وهي معجزات عسكرية على كل اللي اتحققت كانت مذهلة لكل الأطراف وكل المراقبين يكفي أن نعلم أنه خط برليف كان هناك الساتر الترابي مرتفع عدة أمطار ضخمة وكان الحديث على أنه المصريين لم يستطيعوا تحطيم هذا الساتر الترابي ولو بي السواريخ الخارقة والحارقة ولا النابال محتاجين إمكانات ضخمة وسنبيض المصريين قبل أن يصلوا إلى الساتر الترابي أفكار الجند المصري ونفسيته زي ما أنت بتقولي لأن نفسيته الجند المصري العقيدة القتال أهم من السلاح العقيدة القتالية أهم من السلاح التصميم الإصرار الحرص اليقين بأنه هذه الحرب لحماية هذا الوطن والأسرة والبيت وغيره غير استرداد الكرامة الأرض والكرامة فجي المهندس بقي يوسف هو كان مقدم مهندس كان اشتغل في السد العالي بدأوا يفكروا في فكرة كانوا بيزيلوا التراب وأطنان التراب في السد العالي بخراطيم الماء بدأ يفكر في ده عرض على قادته بدأ اللواءات والقادة يستوعبه ده وقاله هي مش تحصل غير بك فتخيال أنت هذه العقيدة التي أوصلت المهندس الراحل الشهيد العظيم بقي يوسف إلى أنه يحطم هذا تستر التراب اللي شبه مستحيل ولا قنبلة نووية تضربه بمية بخراطيم ماء وندخات مية والتدريب على ده في النيل وفي حتة ومنظر الشكل ده ده شكل مزهل فده بيعكس العقيدة بالتأكيد بيعكس العقيدة ويمكن الحقيقة يعني عقيدة قوات المسلحة المصرية بعقيدة الدفاع الأمن القومي والأمن الوطني مش بس في الحرب تاتة وسبعين الحقيقة في مواجهة الإرهاب خلال العشر سنين اللي فاتوا المصريين الجيش المصري الإرهاب ما هواش حرب منظمة هواش حرب نظامية هو ده جرزان ناس مختبية في الأرض فكيكوا دول من حوالين الحقيقة الجيش المصري غير طريقة واكتشف طرق معاناة العالم النهاردة بيدور أنتوا عملتوا ده ازاي لأنه ما تهزم هنا تهزم في حتة تانية فدي فكرة العقيدة والنفسية الإصرار والإحساس الحقيقي بأنه بيدافع عن هذا الوطن عن الأرض وعن الكرامة بشكل بير لسه كان معنا في المقدمة النهاردة قطار التنمية وبعد سنوات من الحرب على الإرهاب ومن نجاح الجيش المصري أنه يطهر أرض الفيروس من الإرهاب دلوقتي فيه بعد خمسين سنة يا بسانت قطار التنمية بيوصل من القاهرة لسيناء ده حاجة مهمة جدا أستاذ أكرم حددك كصحفي مخضرم عايزين نعرف إيه الدور الملقى على الإعلام وعلى الصحافة في نقل صورة الجندي المصري طبعا زي ما احنا عارفين أن احنا بنتكلم على حروب الأجيال الرابعة والخامسة نهج مختلف جدا من طريقة الحروب الحروب المعنوية الحروب في الدعاية الحروب في الإعلام عن قوة كيان أو جيش وبعف كيان أو جيش إزاي دورنا إحنا بقى كإعلامين وكصحفين نحنا رقم واحد نحنا نخلي الأجيال اللي طال عاديا تفهم إحنا إيه بالزبط ونخلي الحالة المعنوية بتاعتهم تكون مرتفعة ونكون فخورين بالدولة المصرية والرسائل اللي إحنا نقدر نحنا نوصلها للغرب والله هو يعني في وقت طبعا الحرب كانت في وقت موجود زي ما قلنا الإزاعة والتلفزيون وكان فيه على فكرة حروب نفسية وشائعات وكان فيه أطراف ممكن يبقى فيه جواسيس في ناس ودي بعضها على فكرة مسجلوا موامول في كوتو وبوغيرو لو نشر الشائعات وإحنا مش هنقدر نحارب إسرائيل وإحنا ضعفة بلد فقير إنه برضو إحنا البيوت والمصريين والأسر المصريات تحملت تحملت مع القوات المسلحة الحقيقة وهم حاجة واحدة تحملت كتير وكانت الأسر بتتقشف وتأكل نص طقة وبتروح تتبرع بفلوس وبتتحمل ومحدش يقول إنه إذا أنا ما بشوف غلاء أو ارتفاعات أو بتاعه ده مش تبرير لحاجة ممكن الناس يقولوا إحنا بشوف فناش أيام زي دي لا الأيام قد أصعب بس الحياة قد أبسط لأنه زي ما بقولك كنا الأكل واللبس والشرب مفيش تنو قبل 74 وانفتاح الاقتصادي والانفتاح الاستهلاك الشديد مش بس في مصر في العالم في حمى استهلاك النهاردة في العالم مكتسحة مستمرة ومتصاعد ما كانش فيه سوشيال ميديا لكن فيه كان فيه زعات موجهة من ناحية العدو للتشكيك المصريين وكان فيهم بعضهم واحد اسمه أبو داود كان من أصول مصرية كان يشكك المصريين ويقلل من قيمته انتوا بتاكلوا المش وانتوا بتاكلوا الطعمية حاجات بتتقال بالمناسبة دلوقتي بطرق أخرى ويطل الفتن لا المصريين كانوا نشفين جدا وكانوا أقوية وحكمة الناس الفلاح العادي اللي كان ممكن يبقى أمي بس مش جاهل وعنده حكمة وعنده قدرة وعنده قوة ولا احنا رجعنا للناس وكلامها وفي الإذاعات لا كان شيء مهم في الإعلام الإعلام بيقوم بدور مهم طبعا نوصل دا انه هذا التاريخ للمستقبل احنا بنتكلم النصري دا مش هنحطه في الباترينا احنا بنستخدمه عشان نبني مستقبلنا ونشوف ازاي احنا زي الرئيس السادات اللي عمل الحرب وعمل السلام بالمناسبة عشان بعض الناس ما هياش واخد بالها من دا السلام دا كان جزء كبير قوي من الحرب وكان مراحل ضخمة وصولا لطابة طبعا اللي هي استعدناها يعني مراحل كتير قوي مرينا بيها وعايز اقول ان دور الإعلام كان مهم جدا والصحافة والتلفزيون لانه النهاردة عايز اقول حضرتك العدوه بيعتمد على ايه بيعتمد انه دايما بيهول للناس قدراته العسكرية وحتى لما بيقع عندهم سواريخ لغاية النهاردة هم منعين على اي حد سواء الجهات الحكومية او حتى المواطنين انه هم يتكلموا او يشاركوا مناظر التدمير اللي بتحصل ساعات عندهم فبالتالي محدش عنده ارقام حقيقية لأي حاجة بتحصل في الداخل الاسرائيلي في هذا الشأن النهاردة بعد 51 سنة من يعني احتفالنا بعيد تحرير سينة وبعد اكتر من يعني خلينا اقول نص قرن حصل كده حدث تاريخي شهادته ارد سينة الغالية بارح بالتزامن مع ذكرى نصر اكتوبر باستقبال محطة بئر العبد او القطار جاي من محافظة الاسماعيلية عبر كبري الفردان على قناة سويس وهي الرحلة الاولى من اكتر من نص قرن وسط بهجة وفرحة كبيرة في احتفالات اكتوبر من كل عام يكون هناك جديد وجديدنا هذا العام هذا القطار جديد وقديم توقف منذ سنوات طوال والجديد انه يعود للحياة مرة اخرى ليضخ شريانا جديدا في اطار التنمية الشاملة التي توليها الدولة ناحية سيناء الحبيبة هذا القطار الذي ينطلق اليوم في تشغيل تجريبي من محطة الشيخ زايد بالاسماعيلية مرورا بالفردان ووصولا الى بئر العبد في سيناء انجاز جديد وصرح جديد ويد جديدة في سبيل التنمية الشاملة لارض الفيروز الحبيبة موسيقى اذا هو عبور جديد لمزيد من الرخاء والبناء والتعمير فبعد توقف دام لسنوات طوالة خضت فيها مصر حربا دروسا ضد طيور الظلام حتى قضت على جميع مفاصله عادت من جديد لتخوض معركة البناء والتنمية وتزامنا مع احتفالات مصر باعياد نصر اكتوبر المجيد اطلقت الدولة تشغيل تجريبية لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان بئر العبد بطول مئة كيلومتر بسيناء كمرحلة اولى يمتد بعدها حتى يصل العريش ثم الى طابة ويعد المشروع جزءا من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كافة المجالات بالاضافة الى ان اعادة التشغيل سيخدم منظومة نقل البضائع وسيخدم ايضا التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء هذا وقد تم التوقف بكل محطات الخط في القنطارة شرق وبالوظة وغيرها انتهاءا بمحطة بئر العبد النهاردة نقدر نقول لأي مستثمر تعال ادخل اتفضل نقدر نقول للمصريين اللي موجودين في الوادي والدلتا اهلا وسهلا تعالوا اتفضلوا كل وسائل المواصلات عبر ست انفاء ست انفاء اسفل قناة السويس اقامتها الدولة المصرية بتوجيه من رئيس عفتاح السيسي احنا كنا الكلام ده متخطط من 2014 منذ تولي سات الرئيس في 30-6-2014 كل الكلام اللي انتم تشهدون شو ده كان مخطط من 14 عملنا الانفاء عملنا الطرق كل مظاهر التنمية الاخرى من المستشفيات لجامعات لمدارس لطرق لازراع كل الكلام ده اختتمت بأهم حاجة بقى طربة كل الكلام ده وهو قطار التنمية وكان في استقبال الوزير والمحافظين والزوار لثيف من القيادات المحلية والشعبية بشمال سينا حاجة مفرحة جدا حاجة مبهجة جدا بنتكلم عن بعد سنوات من الحرب على الارهاب بنتكلم عن تنمية بنتكلم عن قطار التنمية اللي بيربط مصر من القاهرة لسينا بنتكلم عن استثمارات جديدة بنتكلم عن تنمية وعن خدمات لأهالينا في سيناء سيد أكرم شايف ازاي قطار التنمية دور الدولة المصرية في إحداث نهضة تنموية وكمان تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ان هي تروح تستثمر في سيناء يعني هو خطوة مهمة جدا ومفرحة وهي جزء من استمرار اللي كنا منتكلم فيه من شوية عقيدة قوات المسلحة المصرية في التحرير ويمكن كنت بسانت كانت بتتكلم على فكرة الحرب النفسية والحرب المعنوية واللي هي دلوقتي بتزيد جدا حتى في كثير من التفاصيل الرئيس عبدالفتاح السيسي مبكرا جدا كان في مطالب من 82 بعد ما استردنا سيناء بجهد الرئيس السادات وعشرات ومئات من المفاوضين المصرين وطابة وغيره كان فيه مطالب انه سيناء يجب ان تعمر صحيح السياحة نشاط كويس لكنها مش تقاط هاش ومركس في مناطق مصر عندها كنوس طبعا سيناء كلها كنوس لكن كنا بنقول انه يجب ان يكون فيه مجتمعات قابلة للبقاء والنمو والاستمرار اول حاجة في التنمية النقل والمواصلات طرق بنية السية ستة انفاء ستة الاف او سبعة الاف او عشرات الالاف يعني الاف من الكيلومترات من الطرق الجديدة كمان القطار ده يعني حاجة عظيمة جدا ليه قطار التنمية احنا دايما نضرب مثلا في الافلام بتاعات الغرب الامريكي للقطر ماشي وبيركبوا وبتحركوا لانه مسافات كبيرة ستة انفاء ربطت سيناء بالوادي والدلتا ابديا 500 الف فدان تم استصلاحهم محطات طنقية مياه محطات تحليه مياه تحديث نظم الراي المحسامة وغيره فيه مياه من الدلتا من مياه الميل بتروح سيناء فاحنا بنتكلم على توطين ملايين خلق ملايين فرص عمل اذا 500 الف فدان كل فدان من فرصتين لتلاتة فرص عمل بنتكلم في ملايين تقدر توطن تقدر تعمل مجتمعات الصناعة والزراعة والتجارة بعدين فيه تحدي هنا في انه مصر عملت القطار ده كان فيه مقولة دايما انه القطر القديم بتاعنا اللي عمل والانجليز مش هنعرف نعمل زي عشان القطن وانه شاخ وما كانش وكان فيه حتى سنوات الحية قريبة جدا كان اقولك انه الخط ده خلاص عجز مش تعرف وتعمله زي مهارده بنتكلم فيه خط القطار ده اللي هم من الفردان لبير العبد 100 كيلو مع محطات بتاع 7 8 محطات 10 هيمتد 500 كيلو لحد العريش وطابة فانت بتربط كمان شمال بجنوب سين فاحنا بنتكلم في ده فيه قطار كهربائي ده اجيدا لنفس الفكرة من موانئ البحر الاحمر في العين السخنة الى العالمين ومرسى مضروح على البحر المتوسط ده اول مرة تحصل قوس الغربي مع القوس الشاي فكرة التنمية المستدامة اللي هو يبقى فيه صناعة وتجارة فقها على مدد السنوات والرئيس عبدالتح السيس من 2014 النهاردة فيه اربع جماعات اهلية موجودة في سينة كان فيه جامعة خاصة كويس النهاردة اربع جماعات يعني معناها ان احنا نتكلم على توطين كامل في شباب النهاردة بيروحوا يتعلموا في كلية طب وفي كلية هندسة وفي سينة مكانش الموضوع انه كان لازم يجي مدن القناة طبعا مدن القناة يعني لها قيمة وعظيمة وكده المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وهي مرتبطة السويس بالمناسبة جوز من سينة يعني انا منتكلم فيه الضفة الاخرى فالتنمية هنا انه اقتر التنمية وانه استثمارات اه طبعا استثمارات نأمل الاستثمارات الداخلية نأمل انه يبقى فيه خريطة للمشروعات الصغيرة والمتصطة ومتناهيات الصغر في هذه المنطقة اللي بنرى انها كنوز المعظم المباني اللي الدولة راعت فيهم في التنمية ان تكون صديقة للبيئة ان يكون فيه طاقة شمسية يكون فيه طاقة رياح لانه فيه صروة هذه الطاقة صروة حقيقية انها بتقلل الانبعاثات بتدعم البيئة بتدعم الزراع يجب انه نحافظ الناس بتتسائل واحنا بنعمل دلي احنا بنلبي الطلب اللي كان الخبراء والدكتور العلامة جمال حمدان كانت حدث انه لازم تسينا دي الطعام سينا دي كانت زراعة وكانت أراضي وكان فيها غابات وكان فيها فاحنا بنتكلم على انه لازم اهلها بقى اللي بيحموها مع قواتها المسلحة اللي حمتها بالإرهاب وهم نفس لاولادنا دول هم اللي هيزراعوا وهم اللي هيستوطن وهم اللي هيعملوا فاحنا بنتكلم وده انت بتعمله يعني برضو عشان احنا بنتكلم في الإعلام في الحالات انت بتعمله في ظل تحديات صعبة جدا بتعمله في ظل حرب دائرة في وسط ده ومصر بتبزل بود في دعم القضاة الفلسطينية ومواجهة التوسعات الإقليمية في دول بتحترق في براميل بترول في صراع قد يمتد ومع ذلك انت تستطيع ان انت تواجه وانعكسات حتى الاقتصادية على القناة السويس وعلى غيره دي تنمية حقيقية والقطار ده القطارات سواء مش بس أفراد ده بضاعة كمان ده حينه اللي بيعمل صناعة هيوفر سبعين في المية من تكاليف النقل الضخمة ومن الضغط على الطرق اللي هي موجودة أيضا في بنية أساسية مقابل النوعين البضاعة أنا كمواطن عاوز أروح شاب عاوز أروح عاوز أروح بقى فسحة عاوز أروح أشتغل عاوز أروح هركب الأطر أكيد عملية المواصلات بعد ساعتين تلكلفة كمان وروح ودور واركب الأطر وامشي والأطر ده هيعمل مجتمعات حواليه اللي أنا بسميها ممرات التنمية صحيح ممرات التنمية دي اللي حصلت في عهد الرئيسة عبدالفتا السيس مبروك لأهلي سينة ومبروك علينا احنا كمان ممرات التنمية في قناة السويس خلي بالكم بعد 25 يناير لو احنا فاكرين كان فيه برامج كتيرة وناس كتبوا على فكرة انه لا حلل التنمية في مصر إلا ممرات التنمية ودي كان بيكلم عليها الدكتور فاروق البان وانه قناة السويس ده محور ممر مهم من التنمية قوس الغرب ممر اللي بيحصل ده برغم انه فيه تحديات كتيرة وفيه تحولات عالمية حرب الروسية الأوكرانية سلاسل الغذاء ارتفاعات لكن بتكلم على مادة خام في ايديك وقدرات تستطيع ان انت توظفها بشكل يعني خلينا نقول ده خطوة أولة تجاه التنمية مبروك لأهل سيناء وفعلا ده بيسهل علينا كلنا حتى أبسط حاجة خالص حضرتك يمكن قلتها الناس اللي حابت زور سيناء للبضائع كل الحاجات دي أكيد خطوة مهمة جدا وألف مبروك مرة تانية لأهل سيناء منشكرك الكاتب الصحفي أكرب القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع نورتنا يا فندم وشرفتنا ودايما كده بتمتعنا بحديثك